اشتركوا في القناة عمليات التجميل بقت أسهل كتير قوي من الأول يعني ودلوقتي أي ست بتحاول أنها تحسن من شكلها تصغر عدد سنين معينة لو قدرت في منظر وشها وكمان عمليات جراحة السمنة اللي بقت تتعامل ونحت القوامة وإلى آخره دايما بقول أنه صحيح أن تقدمنا جدا في الجراحات دي لكن دايما أي مشرط أي بنج أي دخول قوضة العمليات هناك side effect أكيد لازم نبقى حضرتك هو في العشرين سنة اللي فاتت في العالم كله جراحة التجميل بقت جزء أساسي من الجراحات المتقدمة بصفة عامة والمنتشرة على مستوى العالم كله وهي بتقاس في العالم كله المتحضر كجراحة من جراحات الحضارة يعني أنا بتكلم عن جراحة التجميل البحتة لأن احنا برضو عشان نبقى بصورة أوسعة شوية قسم أو يعني تخصص جراحة التجميل بيشمل قسمين متوازين جراحة التجميل ما يطلق عليه جراحة التجميل الأساسية أو البحتة كوزماتيك سيرجوري لوحدها وقسم ثاني جراحات الإصلاح دي ما لا تتطرق لها كثيرا لأن دي موجودة من زمان زي جراحات الحروق والأورام وما شبهش ذلك والإصابات جراحة التجميل البحتة تقدمت وهي جراحة الحضارة يقصد بها أن البني آدم بيبص لشكله شكله جسمه ووشه التغيرات اللي بتطرق عليها سواء كتخلقية أو إصابات أو تغيرات الزمن كل قصة دي ابتدت في آخر 20 سنة في مصر وفي العالم بتاخد جزء أساسي كما حاجة قلت في المقدمة بتاخد شكل أساسي من حياة البنيات أنا بس معترض على جزء صغير حاجة قلت اللي هي تغيير الشكل وتغيير الوش والكلام دي لا طبعا هو إحنا ما بنشتغلش بدون هدف ودي أول كلمة حبة أقولها للناس ما بنشتغلش بدون ضوابط يعني المريض أو المريدة ما تيجي تقعد قصادي وبتطلب طلب أنا اللي بتكلم عن جراحة التجميل العلمية المزبوطة ما بتكلمش على جراحات المشاهير والجراحات الخاطئة والمشاكل اللي نشوفها في الميديا بس بتحصل لا دي جراحات غلط دي بالزبط تساوي جراحات خاطئة من الأول اختيار مريض غلط وتكنيك غلط وطريقة غلط لا أنا بتكلم عن الجراحة اللي بنعلمها في قليلة الطب الجراحة المزبوطة الجراحة اللي في الكتب دي ما تجراح الناس متصورة اللي واحدة تقعد قصاده وتقول له أنا عايزة منخيري تبقى صوفيا لورين وعناية تبقى زي جينا لولو بريجدا وما فيش الكلام ده في الطب فيه أسس ماشين عليها جراح محكوم الجراح صح أنا بس بركز على كلمة الصحة دي لأنه غيره في العالم كله أخطاء جراحة التجميل من الأطباء ومن المرضى منتشرة كده فالجراحة الصح يعني إيه؟ يعني أنا محكوم بضوابط علمية الضوابط دي بتحكمني ممكن تنتهي الضوابط دي بتغيير كامل في البني آدم ممكن تنتهي بتغيير طفيف في البني آدم إحنا طبيعي بناميل إلى القليل يعني القليل يدي انتجا كويسة لو ألو التحسين التحسين الأفضل لكن في بعض الحالات المريض بيبع طلبه مقبول ينفع زي جراحات التقليدية الأديمة اللي ما زالت تستخدم شد الوش وتصليح المناخية تصليح كامل الجفوت دي بتؤدي إلى إعادة شباب ونضارة الوجه وأنا برضو حاجة تانية علشان أخبر برضو من كلام حاجة في المقدمة حكاية إن إحنا بنغير شيء من خلق ربنا سبحانه وتعالى هو كله خلق ربنا اللي أنا بعمله ده خلق ربنا برضو أنا ما بخلقش أنا بعمل خلق طبيعي زي بالزبط اللي موجود بمعنى إنه الموضوع ده حسم دينياً وعلمياً إن بنرجع المريض للطبيعي لأنه برضو خطوة تانية اللي الناس مش فهمها إن جراح التجميل بيشتغل خمسين في المائة من شغله على مرضى مش ماشين مع سنهم والنقطة دي ناس كتير متجهلها لأن ما حدش لا يحفظ شكلياً عضوياً أصادي حضرتك إنه ممكن يجيلك سنه مثلاً مثلاً 30 سنة هو شكله مدي على إنه 40 سنة حضرتك دي نص المرضى يعني عشان كده الثقافة الطبيعي نازم نعرفها قبل ما نعرف إحنا بنعمل إيه في البني آدم يعني إيه ثقافة الطبيعي هو إيه الطبيعي بتاع البني آدم شكله هو الوش ده بيعجز بتصدر التجاعد في سن قد إيه وإيه اللي عملوا البني آدم إحنا دلوقتي في زمن السيدة والرجل اللي عنده 50 سنة شكله بيدي 70 إحنا اللي بنعجز نفسنا بدري فيه عوامل خارجة عن إرادتك وفيه عوامل بإرادتك فكتير من المرضى وبيشكلوا أكتر من نص المرضى هم مش باشين مع سنهم دول بقى اللي يخضعوا ممكن زي ما أحدك قلت لجراحات التغيير الشامل لأن هي عندها 50 سنة وشها 70 لما أنا رجحها 50 سنة تاني دي أنا برجحها للطبيعي الجزء ده مبهم في الناس لأن دراساتنا واضحة جدا في جراحة التجميل التجعيد بتظهر في سن كام التجعيد في سن 35 فيها إيه وفي 30 إيه وفي 40 إيه وفي 50 إيه ففيه عندنا مقييس هي التجعيد بقى بمناسبة عشان من هي التجعيد بتظهر إمتى السن الطبيعي ممكن تظهر في الأطفال يعني لأ إحنا مش بنتكلم على الإكسابش أنت بتكلم على الطبيعي إحنا بكلم على الطبيعي التدرج الرجل والمرأة يبتدي الوش يظهر في تجعيد بعد سن 30 بعد سن 30 وكلما الواحد يكون شاطر كلما التلاتين دي تبقى 40 تبقى 50 تبقى 60 تبقى 70 يعني إن أنا عارف أأجلها ما لغيهاش يلا السؤال اللي يطرح نفسه إزاي أجل التجعيد قبل ما نقول إزاي نعالجها إزاي ما نطلعهاش أساسا إزاي أو نأجلها هي هتظهر هتظهر في عوامل والنقطة دي برضو غايبة عن الناس في عوامل مش بإيدي زي عنصر الوراسة دي مش بإيدي آه صحيح عنصر الوراسة خالص فيه ناس بيورسوا من أهلهم ودي ما بيدرس دلوقتي اللي هو الوقاية من التجعيد بما يطلق عليه الخلايا الجزعية أو شيء بس أركز إن الكلام ده كله في دور التجعب ما يطلق في الميديا على الخلايا الجزعية وحقني مش عارف إيه واللي بيأخد دم من إيه ونحقونه ده كلام فارغ في دور التجارب إحنا عشان نبقى أكتر عشان نبقى نقول المعلومة مظبوط إن موضوع الخلايا الجزعية دي اتعامل مقنن جداً في حالات وليلة أو ما عندناش خلايا جزعية لغاية دلوقتي في جراحة التجميل لا ما سمك بير ما بكلمش على جراحة التجميل أنا بكلم معموما وهو على فكرة حضرتك الخلايا جزعية استخدمها في الطب بصفة عامة كله معدن نوعين ثلاثة من الأمراض كله في دور التجارب أيوة ما هو ده المريض دازل يمضي إنه هو تجربة نرجع لموضوعنا إزاي أجل التجايد في حوامل مش بإيدي العوامل دي أهمها الغراسة أنا هعمل ليه طيب أنا باورز جينات اللي بتدرس دلوقتي بتخلي الوش يباني بتعجيزه بعزه عجزه بدري دي مش بإيدي في عامل تاني مش بإيدي الجو الجو اللي أنا عايش فيه معروف إن عدو الأول للبشرة الشمس وإحنا بلد شمس وبلد شمس وساعات أضطرها مش في الشمس وعيش في الشمس وعيش في الحر وعيش في الألترافايلت يعني فدي برضو مش بإيدي مش بإيدي دول يمكن أهم عاملين مش بإيدي في عامل تالت هو بإيدي ومش بإيدي والعلمك ده العامل الأساسي مع التجعيد وهو التوتر النفسي التوتر النفسي والعصب والقلق اللي إحنا عايشين فيه من أهم مظاهره ظهور التجعيد بدري التعامل ده برضو مش بإيدي الناس طب إيه اللي بإيدي الناس يأجل التجعيد حاجات كتير أولها التدخين بجاميع أنواع التوباكو شيشة وسجاير سلبي وإيجابي دي دمرواح يعني أنا بتجي لي مريضة عايزة تعمل شد وش تشرب عشرين سجارة في اليوم أقول لها زي الليتو هنا بقى جرحت التجميل الصح ممنوع المدخنة تعمل عملية تجميل في وشها ده موجود في كتب الطب بنعلمه للطلب لكن ممكن تبطل وتبطل وتعمل عملية تجميل تبطل 15 يوم أسبوعين 3 أسابيع وتعمل ممكن جدا طبعا لكن هي المريضة المدخنة مش عايزة وشبه حلو طبعا زين بيه طيب ما هي أكتر عامل يؤثر النكوتين بتاع السجاير يؤدي إلى ظهور التجعيد بدري ده واقع ما هو ما فيش حلوة من غير نار ده واقع يبقى البعد عن التدخين نمرة واحد نمرة اتنين النوم بالليل عشر خطوط تحت كلمة بالليل فترة كافية مش الصبح طبعا فترة كافية 6-8 ساعات نمرة ثلاثة التغذية السليمة واللي ينام على فكرة كامير حيك وضح اللي ينام أكتر من اللازم لا النوم الطبيعي حضرتك نورا ربنا خلق البشر لا الأكل التغذية السليمة الفيتامينات فيتامين ألف وفيتامين سي وفيتامين سي ده هو أحد أسرار جراحة التجميل الحالية فيتامين سي غير فوائده العادية له فوائد واضحة مع فيتامين ألف على الجلد استخدام فيتامين سي الطبيعي مش القرص اللي هو جاي من الفكرة جاي من القدروات وعندنا الفواكه اللي فيها فيتامين سي زي الجوافة والبرتقان الجوافة دي فكرة خرافية الفايدة شفية فيتامين سي وحديد لكن يقلل زهور التجعيد جدا وفيتامين سي استخدامه موضعي واستخدامه بحقن يقلل زهور التجعيد كلام ده مسبت علميا في حاجات غريبة شوية تقلل زهور التجعيد السمنة طبعاً يجب تدخن وبعد كانت تروح لا لا الاول السمنة مفيدة لتأجيل زهور التجعيد سمنة الوجهة يعني دي لازم تبقى برضو محسوبة بين المريض والطبيب والطبيب بتاعه لأن الوش لما بيخس تظهر تجعيده أكتر بس دي قابلية يعني في واحدة بتخس بنظام غذائي كويس ما تخش وشها يفضل كويس مليان لأن الوش المليان ده وش جميل لم يطلق على البيبي فيس لكن واحدة تخس من وشها أكتر فدي برضو إن الخسساني لكن الحاجة بتحكي عليه بقى دي مصيبة سودة دلوقتي في التراهلات الوش والجسم والسدر اللي هي أنا بسميه اليو يو يو يطلع ينزل يطلع ينزل هو ده اللي موقف الواحد دي مصيبة سودة طب ممكن نأخذ تليفون ممكن نأخذ تليفون لحضرتك ألو ألو السلام عليكم وعليكم السلام حارف ممكن أكلم دكتور أه تفضل مع حضرتك إزيق يا دكتور أهلا وسلام كل عام وعارف خير صحة والسلام سيدي بالنسبة حقوبة عمزين شوفت الدهون أيوة يعني دي لي أصف سلزة بعنين دي أيه بالنسبة للسمنة وكده البطن الزيرة هو لا يوجد علاقة بين إنقاص الوزن وجراحة التدمير النقطة دي برضو من النقطة ركونا نتكلم عليها اللي عايزة تخس أو عايزة تخس على الميزان هو مش المريض بتاعي ده مريض التخزية العلاجية ده كاترة السمنة أنا لا أنا ما ليش علاقة أبدا بوزن المريض يعني أستاذ محمد أنا فهمت سؤال حضرتك هتلاقيني وأنا وأنا مع الدكتور هقوله على حكاية شفت الدهول دي بشكرك المريض اللي عايز يخس على الميزان لو طلبنا كلنا ده ملوش علاقة بي ما بتعملش معاه ليه هذا المريض يروح لطبيب تخزية يقل لوزنه بالنظام الغذائي مزبوط بدمجة الرياضة السليمة بالحياة الطبيعية ما عارفش وكان عنده منطلق عليه السمنة المرضية اللي هي معامل السمنة فيها أكتر من 35 ومعامل السمنة هو عبارة عن وزن البني آدم على مربع طوله بالأمطار يعني لوزن البني آدم 150 كيلو وطوله 150 سنتي يبقى بنحط 150 على 1.5 في 1.5 بيطلع رقم الرقم ده لو من 30 إلى 20 ومن 20 إلى 30 ده الطبيعي من 30 إلى 35 دي سمنة عادية ما يطلق عليه أوفرويت زادت وزن بس من 35 فطالع دخلنا في سمنة مرضية لو وصلنا إلى 35 والمريض مش عارف يخس بجد ده ممكن يروح لدى كثرة المناظير جراحة بيعملوا العملات الشهيرة دلوقتي زي تكميم المعدة استقصال جزء منها تحويل مصر المعدة حزام المعدة دي جراحات ليس لها علاقة بجراحة التجميل ودي جراحات تؤدي إلى انخفاض الوزن بصفة عامة مالذور جراحة التجميل والسمنة إيه هي الحاضر سألت عليه في الأول ما يطلق عليه نوحة الدهون أو إعادة تنسيق القوام وكلمة دي باللغة العربية جميلة جدا إعادة تنسيق القوام أنا أتعامل مع مريض اللي هو المريض المثالي بتاعي اللي هو وزنه ما يزيدش عن 20% ل 30% أكتر من المثالي بتاعه المثالي بتاعه 70% هو 85% يبقى عنده مجموعة من الكيلو جرامات متركزة في أماكن معينة يبقى أول حاجة ما يكونش سمنة مرضية نمرة اتنين يكون عنده يطلق عليه السمنة الموضعية ما يمكن يكون عنده سمنة إلى حد ما مرضية بس كمان بيخزن الدهون في حتة معينة ما يبتدي حضرتك بلان سمنة مرضية ده مش مريدي ده مريض التغذية وجرحت المناظير يعني لو حضرتك جي لو جي حد أوفر ويت عند حضرتك وقالك أنا عايزة أتقوله لأ لأ المعامل السمنة فور 35 خطأ طبي جسيم إذا أنا أعمل له جرح التجميل لأنه عنده مشاكل أهم من الشكل المعامل السمنة فور 35 دول السمنة المرضية ده صحية ده سكر وضغط وركب وضهر وقلب وشرايين ومخ يعني أنا حرام علي أن أنا أدخله في حاجة للشكل وهو عنده مصايب أكبر فيبتدي الأول مع طبيب التغذية هو ده الأساس يعني بشتغل على المرضى ما قبل السمنة المرضية وبالذات اللي عندهم سمنة موضعية حضرتك أنا بتكلم عن المريض المثالي لنحت الدهون أو شفط الدهون اللي هو عنده سمنة موضعية أنا مليش يعني فيه حضرتك بتلاقي في سوق الطب ناس كتير ما بتتبعش الكلام ده عملية وجهه توجه صح وده الطب اللي بيقول كده التمنة الموضعية يعني إيه يعني أنا واسدي آه كله زيادة شوية لكن التمنة مركزة في البطن في السدر في الإيدين في الرئبة زي الستات كتير في منطقة الشرق الأوسط كلها ومصر النصف الأسفل بيبقى تخين جدا والنصف الأعلى معقول دول المرضى المثاليين اللي شفت الدهون أو اللي حضرتك قلتي الاسم الأصحة دلوقتي نحت الدهون وهو كلمتين زي بعض بس هي ابتدت بكلمة شفت الفرنسيون طلعوا كلمة نحت على أساس أن احنا بدنا نتصور فيه تمثال والمثال بيشيل الأجزاء الزيادة دي بطرق مختلفة من شفت أو نحت الدهون هو ده المريض اللي عنده سمنة موضعية هو ده المثالي اللي هو هيرجع إن شاء الله الجزء ده عندما يتم شفته مظبوط يخس ويرجع بس مش البس العامل الوحيد في شفت الدهون هو إنها سمنة موضعية هلأ فيه عامل أخرى تخلي العملية نجحة أو نص نجحة أو فشلة زي غير تركز الدهون في أماكن محددة المكان ده فين؟ يعني حضرتك بتشتكي من تركز الدهون أكتر فين؟ في أماكن معروف إنها لما بتتشفت صح الجلد قابليته في المكان ده إنه يرد ويرجع طبيعي زي ما يكون أستكشاد مشدود من السمنة ولما نشين الدهون الجل يرجع سليم حلو ومشدود نظر تراهل دي أماكن محددة زي مثلا الفخدين من بره الأرداف الفخدين من قدام الفخدين من جوة الجلد فيهم بطبعه ما يردش كويس يعني فدي بتحتاج يمكن في كثير من المرضى مش بقى شفت أو نحت استقصال وهو النوع التاني من الجراحات اللي هي تنسيق القوام دي جراحة كلاسيكية بجرح وبنشيل الدهون بالجلد ونشد الجلد زي البطن مثلا في أغلب الأحوال البطن ما بينفعش فيها شفت الدهون إلا في الحالات البداية يعني الست المخلفة كذا مرة بقيصرية أو عادي وعندها تراهلات وعندها كرش الراجل عنده كرش كبير دول لو احنا شفتنا الدهون الجلد مايردش في مكانه ده غير أن البطن سبب الكرش ما هواش بس الدهون خالص الدهون ده عامل لكن فيه عامل أخرى زي ضعف العضلات وأن المصارين من جوة والدهون الداخلية بتزق لأنها كتير بتزق العضلات الضعيفة دي فإنه محتاج في المريض ده أو المريضة دي أنت كتيب لهم ستات بعد ولادات كتير أنهم يعملوا كلاسيك عملية اللي هي افتح وقص ونصلح العضلات لأنه لو اخترت سؤال واحد إيه أهم سبب للكرش هيطلع ضعف العضلات مش الدهون بس وضعف العضلات فده اختيار مريض شفط الدهون هو سر نجاح العملية المكان الشفط سننا موضعية الأول أكتر من سننا عامة مكان الشفط فين والسن إذا عملنا شفط الدهون أقل من سن الثلاثين النتيجة رائعة في الجلد سن الأربعين نتيجة كويسة جدا مقبولة سن الغاية الخمسين يعني شفط الدهون فوق الخمسين لازم يتعامل باحتراس شديد لازم المريض نقوله أن احتمال كبير أن الجلد يفضل مترحل شوية ده عوامل قبيل أي يقبلت يقبلت هو ممكن ناخد التليفون عشان بقاله كتير مدام مونة عليكم السلام عليكم عليكم السلام سأتكلم دكتور خالد مع حضرتك السلام عليكم يا دكتور عليكم السلام حضرتك أنا عندي ترهولات في البطن من تحت وفي منطقة الكتاف من فوق حضرتك يعني عريضة شوية وفيه كمان في الواجه عندي حبوب دهنية تحت الجلد سن حضرتك قدي ستة وتلاتين في أولاد عندي اتنين اتنين أولادت قيصرية بصوا موضوع الحبوب ده أنا مقدر شحكم عليه من غير ما شوفك لأن موضوع الحبوب ده فيه أنواع كتير أو أسباب كتير للحبوب ده حبوب في الوجه أو في الوجه عند منطقة الأنف كده حوالي الأنف ممكن تكون دهنية وعند العيل كده ممكن يكون يعني لا فدي لازم يتتشافي فيها ترهولات البطن بقى واحدة والدة مرتين ففي الغالب في ستة وتلاتين دي محتاجة تقييم كويس تعمل شفط دهون ولا عملية استقصال الدهون وشد البطن الكلاسيكية دي لازم بقى الجراح حين دوره أنه يوجه المريض لإيه وتفاهم المريض برضو أنا برضو قل لحضرتك حاجة نوع حياة المريض بتفرق يعني إيه يعني أما تجيلي عيانة عندها تستة وتلاتين سنة زي الأخت اللي بتتكلم وتبقى هي محتاجة وهي لابسة هدومها العادية ما بقاش في كرش ما همهاش قوي يعني بتلبس ما يومها يعني الموضوع ده مش فارق معها قوي ويبقى تشفط الدهون كعملية أبسط وبتروح في نفس اليوم أبسط لاجي فيه ماريدة تانية تقولي لأ أنا عايزة لم أقف وعلى فكرة دول هتستغرب حضرتك من النقطة دي كثير من المرضى دول مش حكاية هتلبس نوع بيكيني والكلام ذات الناس فاكرة أنها الناس متدلعة لا لا فيه ودي أحسن وحدة تعمل تعملية التجميل اللي بتعملية لنفسها مش هشروح تلبس ميو أنا مش قادرة هي مش قادرة نفسها وهي في المراية لوحدها عايزة بطناء تكون شكلها كويس ما يطلق عليه سيلف إيميج هي همه ما يطلق عليه سيلف إيميج دي مريضة كويسة جدا جدا لأن هي دمونة ممكن تقفلي حضرتك وهنرد على سؤالك دي حضرتك بتبقى سهلة الإقناع وتسعد بسرعة أسوأ مريض مقابل لها اللي هي أول ما تقومت قصادي في العيادة تقولي أصلا أنا واحدة صاحبتي في النادي قالتلي أن أنت عندك كذا أصلا أنا أختي قالتلي دي آه دي اللي هي ودنية دي نادرا وعشان جدا جراحة تجميل في العالم كله وفي مصر نادرا ما يعمل عملية لمريضة بعد أول جلسة يعني لازم يقولها طب نتقابل مرة تانية ونتكلم تاني وقولها الأسوأ قبل الأحسن وشوف مدى تقابلنا مشيش دكتور بيعمل كذا يا دكتور خالد يعني كمان أنا لما هروح لدكتور وريني بس تحليلك على الطب السليم طيب أنا أقولش الطب الممارس أنا أتكلم على الطب السليم مش الطب اللي بيتعمل الممارس في سوق الطب المصري لأن لو اخترت تخصص أنا قالت 30 سنة جراح تجميل لو اخترت تخصص واحد بالبلد كده ونتكلم بصراحة في عك وفي نصب يبقى نمر واحد هو جراحة التجميل بطريقة فظيعة أنا أصدق حضرتك وأسهل مريض يتضحك عليه هو ده مريض التجميل ده إحنا وصلنا حضرتك في البلد بلدنا الناس بتشتغل غير مؤهلة والمريض بيسمع كلامه وديهي المريضة مين عملك العملية تقولي ناسية يعني ما عرفوش أصلا روحت مستوصف أصلا روحت مستشفى هو في الدنيا كلها المريض يتوجه للطبيب ولا يتوجه للمستشفى أو المستوصف أو العيادة دكتور أنت مين لأن جراحة التجميل بزي جراحة القلب جراحة القلب أنا أسأل على مستشفى كويسة عشان فيها رعاية مركزة وفيها بتاع وكلام مين ده لكن إحنا تسعة وتسعين فيهم النجاح العملية بعد فضل ربنا سبحانه وتعالى هو مهارة الطبيب فمن فضلك نقول للناس اسألوا على الدكتور بتاعكم خشوا على موقع الرسمي للجراحة المصرية الجراحة التجميل والإصلاح اسمعوا الكلام ده اكتبوا لو سمحتوا اكتبوا الحاجات دي مهمة لسقافة طبية جراحة التجميل والإصلاح هيطلع لك على جوجل الويب سايد تاع الجامعية اكتب الأعضاء العاملين دول الناس المؤهلين لو حضرتك لقيت الجراحة اللي عاملك عملية أظن موضوع الانترنت ده موجود عند الشعب المصري ما بتكلمش حاجة غريبة واللي هيعمل عملية التجميل أكيد على تليفون وفيه انترنت يكتب جامعية جراحة التجميل والإصلاح يخش على الأعضاء العاملين يشوف إيه الدكتور اللي عمله العملية ده عضو عامل في الجامعية دي ولا لا لو مش عضو عامل يسأله انت ليه مش عضو عامل في جامعية جراحة التجميل عضو عامل يعني ده جراحة تجميل مؤهل دي الخطوة الأولى تجح العملية أو تفشل خلاص أب أنا عملت واجبي أمام الله أنا حفزت على الأمانة اللي ربنا مديها لي بص حضرتك دور البرامج التسقيفية في كل الإعلام مش توري شطارة الدكتور عشان تعمليني دعاية دور الدكتور الصح توعية يعمل توعية للناس خش على الجامعية المصرية الجراحة التجميل والإصلاح هم دول اللي حاك تشتغل عامل ولو الدكتور ده مش مكتوب اسمه كعضو عامل عضو المنتسب ده عضو بيتعلم لسه العضو العامل منتسب بيتعلم بيتعلم ده غير مؤهل ونشتغل عمليات دي العضو العامل مؤهل وحتستغربي العضو العامل في جامعية الجراحة التجميل والإصلاح ما يزيدوش عن 400 واحد في مصر بس في جمهورية مصر العربية وأنا أقدر أعدلك عشرين اسم في المربع خمسة كيلو اللي احنا قاعدين فيه في ماس بيرو دلوقتي غير مؤهلين يا أحليلة غير مؤهلين بالورق يعني أنا ما بداعيه ممكن يكون ناجح ويكون فاشل بس أنت مؤهل ولا غير مؤهل اتعلمت فين أصلا حضرتك جراحة التجميل بتعتمد زي ما قلت حضرتك بالنسبة 9 أو 9200 على الجراح لما تفشل العملية ما أقدرش أقول أصلا الرعاية المركزة بايزة أصلا التمريد وحش في مصر أصلا الآلات وحشة احنا جراحة بشرية أنا وانت بس يعني الجراح لو نكحت العملية الجراح السبب فشلت الجراح السبب ما نعرفش نلفه وندور ثانيا وعلى فكرة والجراح الكويس هو عارف بيدخلك مستشفى عاملة ازاي لأنه عايز أكيد وأنا مش محتاج مستشفى خطيرة ولا صعبة لأنه المريض اللي هيخش على رعاية المركزة ده مش عيني خاصة بالزبط كذلك فهي الفكرة كلها الناس نفسي قبل ما يروحوا اعتبر ان انت بان رايح الجراح تجميل أكن الراجل ده جاي يخطب بنتك وجاي يخطبك انت وهذا الرجل اسألي عليه مش عينيه والله العظيم مش بس التجميل والله العظيم أي دكتور أي دكتور أنا معيش ممكن ننتقل لفاصل وبعد كيان نرجع نستكمل الحلقة الرائعة دي فاصل ونرجع لك التقليل